اهلا وسهلا بكم اصدقائي معاكم مستر باجي اصدقائي جوا مصر برا مصر برحب بكم في عيادة باجي وبقدم لكم في فيديو النهاردة حلقة استثنائية وهي عبارة عن الاجابة عن اسئلتكم اللي بتسيبوها لي في الكومنتات كل يوم كده هنزل سؤال او سؤالين من الاسئلة اللي بتقدموها لي في الكومنتات وانزلها في فيديو في موعد غير محدد يعني احنا عندنا مسبتين معاد كل يوم بالليل الساعة من الساعة تسعة للساعة عشرة في فيديو جديد بينزل اما في منتصف اليوم ممكن ننزل اجابة او اجابتين على اسئلتكم على حسب الاسئلة اللي بتتعرض في الكومنتات سؤال النهاردة احد المتابعين بيقول اشتريت سيبيا ولقيتها مبلولة اعمل فيها ايه وينفع اقدمها بالمية اللي فيها للعصفير طبعا سؤال جميل جدا وده يدل على اهتمام الهاوي او المربي ده بعصفيره موضوع ان سيبيا المبلولة دي مش بايزة ولا فزدة ولا حاجة كل الفكرة ان الناس اللي بتبيع سيبيا احيان بيرجقوا للحيلة دي علشان يزودوا وزن السيبيا بمعنى ان هما لما بيغطسوها في المية بتشرب مية كتير وبالتالي وزنها بيزيد فانت دايما اول حاجة لما تيجي تشتري سيبيا تشتريها نشفة ولو لقيتها مبلولة تبقى تشتريها بسعر قليل عن سعر السوق لان كده انت بتاخد حاجة بعد ما تتصفى في المية بيبقى وزنها قليل جدا طيب ايه الحل في الموضوع ده الحل طبعا ان انت تغسلها كويس جدا بمية وخلق ولمون مية وخلق ولمون هتغسلهم كويس جدا وتحط عليهم ملح مية وخلق ولمون وملح وتغسلها كويس جدا الاول هتغسلها تحت الحنفية تحت المياه الجارية تنزل من عليها الاوساخ اللي جاية بيها من المحل وبعد كده تحطها في مية بخلق لمون في وعاء في البيت تلات اربح ساعات تشتفها تاني تاني في الحنفية وتسيبها في الشمس بس الحد ما تنشف تماما وبعد كده بتلاقيها خلاص راجعت لطبيعتها زي ما تكون شريحة نظيفة من المحل اللي بيراعي ربنا ويغطسهاش في المية عشان وزنها يزيد في الحالة دي تقدر تقدمها لطيورك ما فيش اي مشكلة لكن منفحش تقدمها مبلولة ومنفحش تنشفها بالمية اللي جاية بيها من المحل لازم تعقامها كويس جدا بالمية والخل واللمون والملح تمام اه كده سؤال النهاردة بسيط وخفيف ما فيهوش اي حاجة حاجة بسيطة بذكرك بس في نهاية الفيديو ان فيه سحب على وزن عصفير هدية بمجرد ما نوصل لمية الف مشترك فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو وسيب كومنت سيب سؤال لو عايزنا جواب على اي سؤال من اسئلتك وانا برد عليك برضو في الكومنتات والامر يا استدعي فيديو بعمل فيديو زي فيديو النهاردة كده اعمل كومنت على الفيديو على سان اه يكون ليك نصيف في السحب اللي هيكون عشوائي على اي فيديو من فيديوهاتنا من يوم اعلاننا عن المسابقة لحد ما نوصل لمية الف مشترك وبكده اكون خلاص سمعاكم فيديو النهاردة اشوفكم الفيديو الجاي في عيادة باطجي